اعلنت هيئة البحرين لثقافة والاثار مع مجلس التنمية الاقتصادية ومركز الشيخ ابراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث عن مهرجان ربيع الثقافة في دورته الثالثة عشر خلال مؤتمر صحفي وقيم في متحف موقع قلعة البحرين بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المتحفة وضمن برنامج هيئة الثقافة الذي يحتفي باختيار المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية هذا ويقدم مهرجان ربيع الثقافة في نسخة الثالثة عشر مجموعة متجددة من الفعاليات والانشطة الثقافية التي تخاطب شتى شرائح المجتمع وتتنوع في مضمونها لتنسجم مع كافة أفراد العائلة حيث تنطلق حفلات مهرجان ربيع الثقافة الغنائية مع العرض الموسيقي ملحمة جلجامش الذي يستضيفه مسرح البحرين الوطني يوم الخامس والعشرين من فبراير الجاري خلال يوم السياحة العربية الذي أطلقته المنامة حين كانت عاصمة السياحة العربية عام الفين وثلاثة عشر وتزامنا مع ذكر ميلادي الرحال العربي ابن بطوطة واستمروا الربيع حتى نهاية شهر أبريل القادم متقدما بل مقدما مجموعة من المعارض والحفلات الموسيقية والحلقات النقاشية والأدبية والفكرية اليوم مناسبتين الاعلان عن برامج ربيع الثقافة في نسختي الثالث عشر في موقع قلعة البحرين اليوم مناسبة عزيزة أخرى نحتفل بعشر سنوات على تأسيس هذا المتحف يعتبر المتحف الثاني في مملكة البحرين وهو أول متحف لموقع قلعة البحرين التي أدرجت على قائمة تراث الإنسان العالمي 2005 اليوم نحتفل بعشر سنوات لهذا المتحف الذي أصبح يستقب العديد من السواح الذين يقصدون البحرين لمعالمها التاريخية والأترية وجميل أن يكون معنا في هذا الاحتفال الدعمين لهذا المشروع بنك أركبيتا سيد عاطف عبد الملك له مجدد الشكر وخالص تقدير على دعمه الكبير وأيضا دكتورة مونيك كارفران التي نقبت في القلعة في أولى البحثات الفرنسية التي جاءت إلى البحرين لكي تكتشف أو تواصل الاكتشافات التي تحققت منذ 1954 وتواصلت مع البحثة الفرنسية التي استمرت إلى يومنا هذا جميل أن يكون معنا أيضا مصمم المتحف المهندس كلاوس من دونمارك الذي صمم هذا المتحف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر